أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين كل مرة حتطلعوا تقولوا يا إسلام هو أنت كل شوية حتدافع بقى أو حتتكلم عن كولر واللعبين آه لازم لأنه أنا داخل يعني التلات يام اللي جاء إن شاء الله مش هتكلم عن حاجة غير كيفية مسندد النادي الأهلي وكيفية دعم النادي الأهلي ولكن هبديد القناوات الفضائية هم هم على فكرة المطروض والمش عارف إيه اللي هم حضراتكم عارفينهم يعني والهجس والمطروض والعروسة هم هم ما بيتغيروش فيقولوا نفس الكلام ويرجعوا 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 ويقولوا نفس الكلام بس له كل أر بيعوك كل أرفاضي يا عم أنت و هو خليكم بقى في حالكو زهئنا من الكلام والله زهئت من الكلام ده يا جماعة بس حفظ ررد عليك وعليك طب لما كل أرفاضي أنت ايه انت بقى أو أنتم فاضين كمدربين وفاضين كمحللين كمان يا جماعة قلت لكم هي ليها شكل على فكرة أنا من الناس اللي ممكن جداً أنتقد كولر أنت تنتقد كولر؟ آه يا جماعة بنتقده والله ولكن بنتقده نقد فني بقول وجهة نظر فنية وأنا قاعد مع صحابي وزميلي أو مع حضراتكم منتوا صحابي وزميلي فأنا بني بقاعدين مع بعض ممكن جداً أقول أنه مايلعبش بالطريقة دي يلعب بالطريقة دي بقى كل النتائج والبطولات اللي حققها كولر ولسه بتتكلم عنه أول الهجاز أول ما يلاقي نفسه البصات بيتسحب من تحت رجله يقوم جاي هابد هابد حلو طب المطروض نفس الكلام طب العروسة نفس الكلام طب بيتكلموا على كولر على فكرة يعني الناس عملا تقعد تبعات لي خلاص حضراتكم حافظين من هو المطروض ومن هو الهجاز وحضراتكم عارفينهم كويس والغير صادق والمين تاني عارفينهم والعرايس اللي بتتحرك أنتو كلكوا عارفينهم ما عنديش مشكلة مرة تانية يعني الغير صادق بيدرف فيي أنا عشان أطلقا مش هرد عليك يا ابني يا حبيبي والله ما هرد عليك لا تحتاج إلى الرد الناس كلها عارفة أن أنت غير صادق واضح ولا بتعرف تحلل ولا بتعرف تتكلم ولا حاجات كتيرة جدا بتحصل يعني ولكن المطروض والهجاز والغير صادق إحنا عارفينكم كويس وحنبدل وراكو لغاية لما بتتكلموا فني بس عشان أنا عارف أنه ولا واحد فيكو هيعرف يتكلم فني فعارف أنتو هتفضلوا تقولوا هذا الكلام مدرب بيفوز بكل الألقاب المحلية والقرية مش عاجبك وبياخد تلت عالم مش عاجبك بيلعب مباراة كل تلت يام مش عاجبك بيجهز لعيبة غير اللعيبة اللي بتلعب دايما فما يعجبكش بيكسب كل الفرق ما يعجبكش عمل مباراة سيئة فقط شوط أمام الزمالك وحش أو بدأ بطريقة وحشة فالدنيا قلبت أنت الدنيا عليه أو أنتو قلبتوا الدنيا عليه ولكن كلنا بنغلط كلنا بنغلط الغرض مرض أنا عارف ولكن حضرتك مش هنسيبك تهد في فريق النادي الأهلي خصوصا في هذا التوقيت وقبل مباراة هي الأهم هذا الموسم للنادي الأهلي أمام فريق كبير زي الترج من هل من المفترض أن أنا ما ردش عليك لغاية النهاردة هرد عليك من بكرة ولا عرفك هحطك ورا ظهري لأننا جماهير الأهلي عمرها ما هتساعدك ولا تساعد غيرك في الترند المزيف فيه أصول انتقد بموضوعية بالعكس الناس بالعكس الأهلوية بقى عشان بيفهموا كرة كويسة لما يلقوك بتنتقد بموضوعية حيفتحوا يبصوا ولكن كل اللي انت بتقوله ما هو إلا مجرد هبد للترند فقط لغير فمن فضلكم خليكم ركزين في أنه قال لك أفشا وكولر مبارح وأفشا نازل كولر وأفشا بيسلموا على بعض ويطبطب عليه قال لك دي خناقة كبيرة وحصل وخلى وسوى ما فيش خناقات طبعا ولا حاجة أي كلام ممكن يكون أفشا زعل شوية بتحصل انت جوة بيتك بتتخنق مع أولادك عادي بتحصل الأب بيتخنق مع أولاده فمنسوا يا جماعة المواضيع دي وما تصدقوش الغير صادق بقول أي كلام الهجاس بيهجس والمطرود بيقول أي كلام برضو خلي بالكم من التلاتة دول والله بيقولوا أي كلام ومعهم واحد بعدين هو لسه ما ظهرش بس حيظهر أنا بقول لكم حيظهر قبل يوم الجمعة اللي جاي أو السبت اللي جاي وحتلقوه برضو طلع يضرب في الأهلي الفترة اللي جاي اليومين ثلاثة اللي جايين دول كله قبل المباراة النهائية بيحاول كل دول يعني الأربعة خمسة دول بيحاولوا دائماً إن هم يضربوا في النادي الأهلي ولكن جمهوره ده حماه جمهوره حماه طيب عايز أتكلم برضو عن روح الفنينلة الحمرة اللي دايماً بتكون حضرة الحقيقة وجهزة في المعاد في مباراة أنا باعتبرها مباراة كبيرة جداً جداً للنادي الأهلي لأن لعبت النادي الأهلي هم لعبة رجالة جهاز فني محترم على أعلى مستوى عندنا بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن مستوهم ولكن إدارة تكسب بلادية المحلة فريق محترم معايا مدرب محترم قدروا يكسبوا النادي الأهلي يكسبهم اتنين واحد ترجمة نانسي قنقر